مسحراتي أنادي أهل الزمن من أقراتي ألاء أهل المدينة ألاء منهم في الوكالة الأديمة عمر الصليعي ظهر خان الخليل شفتوا بينقش في صنية جميلة وسمعتوا يطرحها معا على أستاذ عرفت فيه الأصل والعرفان لجل العجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم يارب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما اللهم أمين النهاردة إن شاء الله نستعمل الحلال خشبية اللي كنا عرضناها في الفيديوهات السابقة من حوالي السنة تقريبا إن شاء الله هنستخدمها السنة دي وبإذن الله يعني هتعجبه بالفكرة جدا أنا معايا هنا من اللوح الليزر دا أو العود بتاع الليزر دا معايا اتنين زي ما انتوا شايفين هستخدم المقدمات بتاعته بس يعني هاخد الجزء القداماني كده من كل جنب فيه علشان كده هستخدم اتنين لو كنت هستخدم عود واحد كنت هاخد مثلا الجزء اللي في المص كمان بس طبعا الفكرة اللي أنا هعملها النهاردة مش هينفع خالص إن أنا هستخدم الجزء اللي في النص فأنا علشان كده محتاجة بس الأطراف هجيب المنشار وهقسمه بالطريقة دي بس طبعا علشان حفاظا على المفرش اللي أنا بستخدمه أو اللي أنا بشتغل عليه هحط قطعة من الكرتون بالشكل دا علشان أستخدم المنشار براحتي مبدئيا لو بتشوفي القناة أول مرة أتمنى تشترك فيها وتنوريني وكمان ترفعي الفيديو بلايك من عندك وزي ما انتو شايفين الجزء اللي احنا طلعناه في النص سواء في العود الأولاني أو في العود التاني طبعا مش هنهضره ومش هنرميه هنستفد منه في فكرة تانية إن شاء الله هعمل معاكم فكرتين جمان من الحلالة الخشبية وإن شاء الله تنتظروا في الفيديوهات الجاية من هنا ورمضان هنكون خلصنا كل الأفكار اللي عندنا بإذن الله ربنا إن شاء الله يبلغنا رمضان لا فقدينها ولا مفقدين الجزء دا بحاول لنا نشيله اللي هو في الزيادة في الحلية بالشكل دا بحيث ان هو يكون عندي زي ما انتو شايفين حوالين الدايرة أنا عايزة الدايرة تكون واضحة وصريحة فكل اللي حوالين الدايرة دا هبتدي إننا نشيله بالشكل دا هي طبعا غلبيتني شوية بس علشان أنا ما كنتش بس ندع لحاجة فأنا جبتها على الحرف التربيزة زي ما انتو شايفين بقت أسهل معايا زي ما انتو شايفين كده كل الحاجات اللي حوالين الدايرة أنا فرقتها كده الأربع أجزاء بقوم خلصوا معايا وبقوا واضحين معايا بعد كده بقى هستخدم إيه هستخدم الصنفرة علشان المطرح شق الخشب يكون متساوي ويكون ناعم وزي ما احنا متعودين دايما مع بعض إن التشطيب أهم حاجة علشان الفنش يكون مصبوط ويكون شكله زي الجهز بالظبط هبتدي إننا نحطها كده والأسهل إننا أحطها على ورقة الصنفرة وأبتدي أصنفرها بالشكل دا والأجزاء اللي مش هتيجي معايا على صنفرة بابتدي أصنفرها بإدية زي ما انتو شايفين بقت نعمة وملسق بالشكل دا كده هصنفر الأربع أجزاء كلهم طبعا بنفس الطريقة ما تنسيش أبدا ترفع لنا الفيديو بلايك علشان يوصل لأكبر عدد من الناس وكمان تشيري الفيديو علشان الفكرة تعم على الناس كلها ويستفادوا من الفيديو دا والفيديو كمان يرتفع معايا بجيب كمان حوالين الدايرة بالشكل دا بالصنفرة علشان التشطيب يكون كويس معايا أنا هنا خلصت المرحلة الصنفرة وبعد كده ببتدي أستخدم الغرة دي مش مخففة بمية علشان أنا هسبت من غير ما سمير فبالتالي لازم يكون الغرة اللي معايا تكون خام ومش هينفع أن أنا في المرحلة دي أستخدم فرشة أو أستخدم أسفنجة أو أستخدم أي حاجة زي كده فبتديت أن أنا أشتغل بإدية علشان إدية هي اللي هتحدد الشغل وهي اللي هتملأ الزوايا وهتملأ الفرقات بالشكل دا وطبعا الغرة ما بتضرش الإيد ولا حاجة أنت بعد ما تخلصي هتخسل إيديك بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة بملأ الفرقات بالشكل دا كده بصبعي زي ما انتوا شايفين بالغرة وبتزبط معايا في أقل وقت زي ما انتوا شايفين كده أنا على فكرة ما فصلتش الفيديو ولا حاجة هو تسريع بسيط بس اللي أنا عملاه علشان الفكرة تبان معاكم هبتدي كمان هنا في الجزء الثاني أملأ الغرة وبعد كده هسبت الجزء الثاني من الخشب الخشب دا أو الحالية دي اسماها حالية ليزر ممكن تقدرين أني انت تجيبيها من عند الناس اللي هي بتعمل بتشتغل شغل الموبيلية أو بتعمل الموبيلية أو في المغالق الخشب الكبيرة بيكون عندهم الحالية دي طبعا عملنا أفكار كتير جدا السنين اللي فاتت وعملنا صواني وعملت بالحليات الخشبية دي شغلة كتير قوية وانجودت معانا على القناة يعني لف لفة كده إن شاء الله هتلاقي حاجات كتير جدا معمولة بالحليات الخشبية وان شاء الله هسيب لك كل الروابط موجودة ان شاء الله بإذن الله بصندوق الوصف وهسيبها لك كمان في الشاشات النهائية أنا كده سبت قطعتين وهسبت التالتة كمان بالشكل دا شايفين إيديا مستحيل الفرشة كانت هتقدر تعمل كل دا إيديا بتفرد الغرة وكمان بتحط في المسامات الفاضية بالشكل اللي انتوا شايفينه دا بعد كده هسبت آخر جزء بالطريقة دي أهم حاجة في المرحلة دي إن انت وانت بتضيف الأجزاء على بعضها علشان الحاجة دي هتنشف وهتنشف على وضع معين لازم يكون التثبيت بالسانتي أو بالملي يعني الأجزاء كلها تكون متساوية مع بعضها والزوايا كلها تكون مصبوطة ومتساوية علشان الحاجة تكون معاكي زي زي ما بنقول كده عشرة على عشرة يعني تشطيبها يكون زي الجاهز وأحسن كمان هنا ما كانتش نشفت على فكرة مية في المية هي كانت نشفت نص نشفان كده ابتدت ألاحظ إن في زوية عندي كده زي ما تكون يعني مواربة من بعضها فأكدت عليها كمان بالغراء البيضة بالشكل ده طبعا لو انت عايزة يكون زي الحديد معاكي أنا كنت بشتغل شغل ده بالليل لو انت عايزة بقى يكون زي الحديد معاكي عليكي والشمس الغيرة بتحب الشمس يعني أنا إن شاء الله هحط الفنوس ده كده أو الحلية اللي أنا عملتها دي هحطها في الشمس وهتخلي الغيرة دي زي الحديد بس إن شاء الله بإذن الله هو هيكون كويس معايا في التثبيت ومش هيفك مني ولا حاجة وهعمله قاعدة كمان وهتشوفي معايا دلوقتي هيبقى ثابت مش هيتحرك معايا ولا حاجة هنا بقى بابتدي إن أنا أعمل الزوايا وطبعا ما كانش ينفع إن أنا أقص خالص الجزء اللي هو الأخير ده في أول الفيديو لأن أنا ما كنتش عرف المقاس هيكون عامل إزاي لما جمع الأربع أجزاء فكان لازم إن أنا جمع الأربع أجزاء الأول وإنت ما تجازفش وتعمل الخطوة دي خالص جمعي الأربع أجزاء الأول وبعد كده أخودي المقاس وبعد كده قصي دي آخر حاجة تتقص فيها ده الشكل أهو زي ما أنت شايفين من القرب بس طبعا الغيرة لسا منا شايفتش تماما وأنا مش حابة إن أنا دين خالص يعني أنا قبل كده عملت حاجات باللون الأصمر وعملت حاجات باللون الأبيض وعملت حاجات باللون الخشبي إن أنا دهانت فيه باللون الخشبي دي لو أنت حابة بقى أن أنت تعملي له غطاء أنا هنا ضفت برضو قطعت شكل مناسب كده وكمان اخترت غطاء زياد برفون لي يكون ليق عليه بس أنا بصراحة مش حابة الفكرة دي تماما بس أنا بدهالك كبديل لو أنت حابة أنت تستخدميه لكن أنا حابة أن أحتفظ بشكله كده هجيب فرع من النور أو أي عقد النور عندك شمعة إلكترونية أي حاجة بس طبعا هتبعده تماما عن الشمع الطبيعي عشان ما ينفع الشمع الخشب نحن نستخدم النار هنا هبتدي أحطه بالشكل ده وهشغل فيه الإضاءة دي كانت فكريتنا النهاردة عملنا فنوس من حلية خشبية عندنا أتمنى طبعا أن الفكرة تنلقي إعجابكم استودعكم الله لازلها تضعوا دقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً أهلاً يا رمضان أهلاً يا شهر القرآن أخبرتك مرحب يا ضيفاً يحمل معكم القرآن الشوق إليك ينذينا هنحن مددنا يدينا يا شهر العطف وشهر الصفح وشهر الطاعة والإيمان شهر الذكري شهر الشكري شهر الرحمة والإحسان إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة